رحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة لميسة الحديدة تعلن الزيادة الجديدة وأكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعشات وجداول بموعيد الصرف وقيمة قد إيه حضرتك هتصرف والخبر الثاني هو تحرك جديد لازم حضرتك تكون عارفه ومطالبات جديدة بمطالب لأصحاب المعشات وموعد تنفذها وكام هتكون الزيادة بالزبط هتصل إلى 30% هنتكلم مع بعض دلوقتي في كل التفاصيل ولكن ياريت لو حضرتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد طبعا من مبارح وإحنا شايفين أنه في بوستات كتيرة جدا جدا وفيديوهات كتيرة جدا جدا على فيسبوك وعلى يوتيوب بتعلن زيادة جديدة في شهر أغسطس كام 30% كأكبر زيادة أو أضخم زيادة لأصحاب المعشات في تاريخ المعشات كله وفي فيديو بيتم تداوله للإعلامية لميس الحديدي وإنه هيتم الصرف في شهر أغسطس وتبكير صرف المعشات طيب الباكتج ده كله كده على بعضه أو المعلومة دي كلها والفيديو حقيقي ولكن السنة الماضية بمعنى إيه؟ بمعنى أنه السنة الماضية بالفعل كان فيه الفيديو ده كان موجود بالفعل والإعلامية لميس الحديدي كانت بتعلن عن أضخم زيادة لأصحاب المعشات وإنه بالفعل هتصرفها في شهر تمانية وإنه حضرتك هتاخد 30% ولكن برضو ما كانتش في 30% وبدأ يكون فيه جداول دلوقتي حضرتك هتصرف كام ويعني زي شيت إكسيل كده حضرتك بتحط الرقم اللي حضرتك بتقبضه فيه يعني لو أنت بتقبض ألفين جنيه هتقول ألفين جنيه هتحطهم في الجدول حضرتك يطلع لك الزيادة بتاعتك 30% يعني 600 جنيه يعني لكل ألف جنيه 300 جنيه كل اللي حضرتكو سمعتوه ده غير حقيقي الشيء الوحيد اللي حصل من مبارح للنهاردة أو بقى لنا يومين بالزبط ويمكن اتأخرت شوية أنه أنا أعلن لحضرتكو عنه ولكن هقوله حضرتكو دلوقتي هو تحرك جديد من البرلمان المصري ولازم تكون عارف أنه الزيادة بتاعت حضرتك هتجيلك من البرلمان المصري ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولكن بتتطلب الحقيقة مطالب محتربة جدا جدا وليهم حيثيات في المطالبات يعني مش بيطلب أنه حضرتك تزيده بس لا آي لحضرتك هتزيد منين والفلوس تيجي منين والزيادة ممكن تكون كام وإمتى ممكن يتم التطبيق وكل شيء المطالبات دي مهمة جدا 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 وعايز أقول لحضرتكو أنه السبب الوحيد اللي ممكن يغير وضعك الاجتماعي هو مجلس النواب لازم حضرتك تكون عارف أنه في تحرك جديد موجود بمطالبات وطلبات إحاطة من مجلس النواب من الأعضاء للهيئة أو اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة طبعا حضرتكو عارفين أنه الحكومة الجديدة أو الوزارة الجديدة قدمت البرنامج بتاعها للجنة مكلفة بدراسة البرنامج وبعد كده الموافقة وعدم الموافقة ولكن عايز أقول لحضرتكو أنهما تم منحص ثقة بالفعل مبارح رئيس الوزراء في المؤتمر اللي كان بيعلن فيه عن وقف قطع الكهرباء أو وقف تخفيف الأحمال قال أنه أعضاء مجلس النواب هيتم مقابلتهم مع اللجنة دي أو الوزراء هيتم مقابلتهم مع اللجنة دي أسبوعيا تعال هنا بقى أشوف الوثيقة اللي مجهزينها أعضاء مجلس النواب للجنة ومجهزينها لشان اللجنة تقدمها للوزراء علشان خاطر يتم تحرك عاجل في ملف المعاشات هنا بيقول لحضرتك أو الأعضاء كتبين في الوثيقة دي أنه رقم واحد الزيادة اللي بيتم المطالبة بيها دي مش من موازنة الدولة يعني مش هتكلف الدولة أعباء جديدة لأنه بالنسبة لأصحاب المعاشات غير المرتبات خالص والعملين في القطاع الإداري للدولة في القطاع الإداري للدولة أو المرتبات ده بيكون من موازنة الدولة لكن زيادة أصحاب المعاشات أو تعديل أوضاعهم القانونية ده بيكون من صندوق المعاشات اللي فيه فائد كبير جدا جدا يكفي لرفع الحد الأدنى ومساواتهم بالقطاع الإداري وأكتر حاجة اللي بعد كده بيقول أنه الصندوق ده بقى ليه مجموعة كبيرة من الموارد موارد غير عادية بمليارات الجنهات حتى أنه سيتم استثمار جزء منها أو بيتم للوقت حاليا استثمار جزء منها في سنديق الاستثمار وقالين الرقم بالزبط وده في البنوك المصرية زي البنك الأهلي المصري وكمان قال أنه تم شراء زون خزانة بمبلغ رهيب جدا جدا من الفائد من أموال السنديق بعائد 27% رقم ثلاثة زيادة الاشتراقات بشكل مستمر يعني هم أصلا بيدفعوا زيادة اشتراقات بقى عندهم زيادة بشكل مستمر وقال أنه القرار اللي تم اتخاذه في 30-12-2019 واللي بيخص قرار المعاشات المبكرة واللي خبر يعني إلى حد ما بيجبر الموظف على عدم اختيار المعاش المبكر أصلا كحل الحياته لأنه بمنطهة البساطة لو خرج سي مثلا وهو 50-55 سنة مش هيقدر يصرف ولا جنيه واحد غير بعد 60 سنة طيب الخمس سنوات دول هيصرف على بيته وحياته منين فبيضطر أنه يكمل ويتحمل وده بيخلي أنه فيه فائد في أموال الهيئة يعني ما فيش فلوس بتطلع بشكل مستمر الناس ما بقيتش بتختار أن هي تطلع معاش مبكر وبكده تكون الموارد جيدة جدا جدا لتعديل أوضاع أصحاب المعاشات زي مثلا الحد الأدنى مساواتا بالموظفين هل من الممكن يكون فيه هنا زيادة في 20-24 أو فيه أغسطس 20-24 إذا تم الأخذ بكلام أو بالوثيقة بتاعة مجلس النواب وتم رفعها لرئيس الجمهورية وتم تلموافق ما تفقدش الأمل من الممكن جدا جدا أنه حضرتك تشوف أنه بيتم التطبيق حتى في الشهر الحالي أو الشهر القادم اللي هو أغسطس عادي جدا بس هو يتم التصديق على القرار حضرتك هتصرف فورا هو بس عايزة أقول لحضرتكم ما تفقدوش الأمل هو حاليا ما فيه صحيح زيادة والبيان المحبط بتاع وزيرة التضامن خلت الناس تفقد الأمل ولكن هي مش كده خالص الموضوع إن شاء الله بيتلخص في أنه يتم إصدار قرار حضرتك هتصرف في ساعتها إن شاء الله هيكون خلال الأيام اللي جاية أكيد فيه زيادة الأصحاب المعاشات وتعديل أوضاعهم للأحسن لأنه المطالبات كمان هو هنا أنا قلت لحضرتكم دلوقتي الحيسيات الوثيقة يعني اللي على أساسه بيقدم المطالبات طيب إيه هي المطالبات الحية المطالبات هتخلي حياتك الإجتماعية تتنقل في مكان تاني خالص المطالب هي إنه يكون الحد الأدنى لمعاشات 6.000 جنيه مساواتا بالعملين أو بالقطاع الإداري بالدولة رقم 2 شهر كامل في الأعياد والمناسبات مساواتا بالعملين بالقطاع الإداري في الدولة تعديل الزيادة السنوية من 15% كحد أقصى لـ 15% لحد أدنى كحد أدنى تماشيا مع نسب التضخم بمعنى إن نسبة الـ 15% اللي محتوطة دلوقتي دي ده حد أقصى ده يكون حد أدنى ويكون قابل للزيادة بحسب نسب التضخم أربعة ضم العلاوة الاستثنائية للمعاش وحساب الأساسي على أساسه بمعنى الـ 610 جنيه فيه مطالبة بإنهم يزيدوا لألف جنيه ودي كانت تلتمية الوحديها وتلتمية الوحديها تمت كإقرار زيادة استثنائية أو محزمة مساعدات استثنائية ويكان فيه 10 جنيه من أيام الرئيس مبارك يبقوا كده 610 هما بيطلبوا هنا إنها تكون ألف جنيه كاملة ويتم ضمها للمعاش ويتم احتساب الـ 15% كحد أدنى مش أقصى على أساسها وبعد كده تبدأ تحسب معاشك أعضاء مجلس النواب بيقولوا في الوثيقة أنه أصحاب المعاشات دي مش شحتين دول ناس محترمين جدا جدا دول مش بيشحتوا دول ناس فيهم مدير عام فيهم مدير مدرسة وفيهم مدير شركة بيضطر بعد كده للعمل في عمل لا يليق به علشان خاطر يقدر يكمل اتزاماته الشهرية خلال الأيام اللي جاية أي تطور في موضوع الوثيقة اللي تم تقضيبها من مجلس النواب أو من أعضاء مجلس النواب ليه الهيئة المكلفة بدراسة البرنامج ليه الحكومة أو تحرك من ناحية الحكومة هنبردو هنقوله لحضراتكم هو ده الشيء الوحيد اللي تم بيه أي تحرك رسمي داخل الدولة أما بالنسبة الموضوع الإعلان من نميس الحديدي والكلام ده كله ده خبر قديم وبيتم تدوله للمتجربي على أصحاب المعشات بتمنى كده أن يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس ان شاء الله على خير هنتقابل في الفيديو جديد فأمان الله اشتركوا في القناة